ترقب وانتظار يسود مواطنية القرية الفلسطينية الجديدة المسماع حجله خصوصا بعد تهديد العدو باقتحامها واعتقال كل من فيها في أية لحظة لسيما بعد فرض حصارا مشددا عليها ماني عن الماء والغذاء من الدخول المناطق جيم والأغوار هي جزء من فلسطين وأراضي الدولة الفلسطينية ولن نسمح ببقاء الجيش والمستوطنين فيها الإسرائيليين البديل للمفاوضات العقيمة الجارية والتي لن تجد نفعا هي المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات الدولية وأعلن مئات الشبان الفلسطينيين والمتضامنين لجانب ميلاد قرية عنحجلي على أراضي وقفية تابعة لكنيسة دير حجلي شرق مدينة أريحة على أنقاض قرية تحمل ذات الاسم هجر أهليها ودمرت كليا على أيدي قوات العدو عام سبعة وستين في الأغوار المحتلة عدد سكان الأغوار كان في عام سبعة وستين تلثمية وستين ألف فلسطيني اليوم أقل من ستين ألف فلسطيني وتسيطر سلطات العدو على ألف دنم من أراضي الكنيسة تحت ذريعة الدوافع الأمنية كما تسيطر على خمسة وتسعين في المائة من الأغوار الفلسطينية وسبعة وثمانين في المائة من المياه فيها دخل مجلس المستوطنات في عام 2012 السيطرة على 24 و 17 فلسطيني من الأرض كانت 612 مليون دولار في عام 2012 المسألة تتعلق باستغلال بسرقة أراضي بسرقة مياه يذكر أن قرية عين حجلي جاء ضمن حملة سميت ملح الأرض في اقتباس من الإنجيل المقدس وتهدف لفرض أمر واقع فلسطيني على الأرض في وجه الاستيطان الإسرائيلي تعود الفلسطينيون في حياتهم على الهجرة والترحال قصرا إلا أنهم يؤكدون وللعالم أجمع ما من نكبة ونكسة بعد اليوم وإنما بقاء وإصرار على بث الحياة في كل ما تهود من قرية عين حجلي في الأغوار الفلسطينية المحتلة نيزر حبش قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر